السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع عندنا معلومات وأخبار مهمة لهذا اليوم أولها مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية بألمانيا يوجه تحذير وتنبيه للأهالي مفادة أن أطفالكم لا يجب أن تنشروا صورهم على الإنترنية الأمر يرجع إلى الأهالي اللي يصورون أطفالهم بلحظات مثلاً بالمطبخ بغرفة النوم أو بالحديقة أثناء سفر خارج المنزل أثناء بيكنيك ينشرون الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسبب ما مثل التباهي أو لإيصال الفكرة أو لجمع الآراء والتعليقات عليها مكتب محاربة الجريمة يقول أن الصور اللي تنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفالكم مثل فيسبوك والأنستغرام وغيرها يجري سرقة الصور منكم وصورة من كل أربعة صور ينشرها الأهالي لأطفالهم يسرقها المجرمين البيدوفيليين وهذه هي فئة المجرمين اللي يستغلون لأطفال استغلال جنسي وعندما ينشر الناس العاديين صور أطفالهم على التواصل الاجتماعي تسرق منهم وتعرض وتباع بالإنترنت المظلم اللي يصعب ملاحقة من يستخدم بحيث يتم بي حتى بيع الأسلحة والممنوعات بكل أنواعها بحالات كثيرة يتم سرقة صور الأطفال من السوشيال ميديا وعمل مونتاج عليها سواء باستخدام البرامج العادية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي تركيب أشياء على الصور مثل أعضاء جنسية أو جسد عاري يركب على صورة طفل اللي تسرق صورته من أهله وأكبر خطر بوقتنا الحالي هو الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا أيضا الديب فيك فالإمكان من صورة واحدة تسرق من شخص ما أن يتم تعديلها العمل عليها والصنع مقطع فيديو غير حقيقي منها تخيلوا يعني مجرد صورة يتم سرقتها من الإنترنت بالإمكان تركيبها على وجه وتصميم شخص بدون ملابس يقوم بشيء ما يتكلم بلغة ما سواء إنجليزية عربية ألمانية أو غيرها ويعني نشر هذه المقاطع بشكل كبير على الإنترنت هذا هو شيء يمثل كابوس للأهالي وهو ما تحذر منه يعني هيئة مكافحة الجرامي الكترونية بألمانيا موضوعنا الآخر أصدقائي يتعلق أيضا بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مر بتطور كبير جدا ما يستطيع حتى البشر السيطرة على سرعة تطوره أو على مجاراته وهذا الأمر ممكن أن يأدي إلى أن يحتل الذكاء الاصطناعي وظائف عديدة يقوم بيها البشر مثل العمل بالمصانع إنجاز المعاملات أو القيام بأمور إخبارية أو القيام بمهام البناء أو الطبابة قيادة السيارات وحتى المشاركة بالمعارك والحروب بعد سبع سنوات رح نوصل العام 2030 إذا الله خلانا طيبين فبأمريكا واحدها دراسات من هناك تقول رح يفقد 13 مليون أمريكي عمله بالدول الأوروبية بالدول العربية ملايين حيفقدون أعمالهم وهذا هو كلام المهندسين اللي قاموا بصناعة وتطوير الذكاء الاصطناعي والآن يحذرون منه من أنه رح يحتل أعمال أو أهمية البشر الصناعية والمهنية للأسف الشديد يقال أيضا أن الذكاء الاصطناعي رح يهدد الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض لأن مثلا خدمة الزبائن مهن الكتاب والدعم الكتابي والمبيعات والضيافة والإنتاج بالمصانع هذه هي أكثر المجالات اللي رح يحتلها الذكاء الصناعي تخيلوا أن الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع بدون استراحة وبدون أي مصاريف لو كان مربوط بآلات بالمصانع أو مربوط من موقع الكتروني للتدريس أو لتعليم مهنما فتتخيلوا ما الذي ممكن أن يحصل بعدها حتى أن ممثلين أمريكان مشهورين يقولون أنهم يخافون من أن يأتي اليوم اللي ما يحتاجهم بأحد لإنتاج الأفلام لأن الذكاء الصناعي يصنع شخصية ويضع عليها أي وجه يرغب المصمم أو المنتج وبصمة صوت ويؤدي أدوار تمثيلية ويؤلف قصص وسيناريوهات ممتازة 100% برأيي الخاص ما لازم الواحد يقلق من هذه الأشياء لأن هذا هو حال البشرية على مر مئات وآلاف السنين كل ما يتم اختراع شيء جديد كل ما تتطور الحياة مثلا اختراع العجلة اختراع الكهرباء والتركتور الزراعي فتخيلوا كم الفلاح يعني خاف على وظيفة لما تم اختراع التركتور الزراعي وكم شعر بالخوف على مهنتهم ساقي عربات الأحصينة باختراع السيارة وكم باء عشاب ترك مهنته بعد بيع الأدوية بالصيدليات الفكرة هي أن الحياة بيتغير مستمر وما على الناس اللي التأقلم مع أنماط الحياة الموضوع الآخر أصدقائي في منتصف يونيو حزيران الماضي حصلت حادثة خطيرة جدا وهي انقلاب قارب كان يحمل على متن 600 مهاجر أو أكثر من 600 ولكن الوفيات هي ل600 لاجئ من أفريقيا ومن الشرق الأوسط هذه صورة القارب من نفس اليوم اللي انقلب بالبحر الأبيض المتوسط اليوم صحيفة فيلت أمزونتاك تقول أن معلومات خطيرة يخفونها عن العلن هيئة حماة الحدود الأوروبية فرونتكس والسلطات اليونانية بخصوص القارب اللي غرق به اللاجئين القارب أو السفينة يعني حجم كبير هو ياخد يعني اقترب بين المياه الأقليمية اليونانية حصل به الحادث وتم الاتصال على خفر السواحل بحدود الساعة الثامنة صباحا من قبل ناشطين عندهم هاتف يعمل على الأقمار الصناعية وقالوا لليونانيين انقذونه لأن قاربنا غرق قرب مياهكم الأقليمية خفر السواحل الإيطالي أيضا نطائعاز للسلطات اليونانية بأن القارب اللي يحمل اللاجئين يقترب من المياه الأقليمية اليونانية طبعا موقع القارب وعدد من علامتنه وتوقيت الغرق ووصل فورا للسلطات اليونانية ولكن الفاجعة الكبيرة هي أن قارب الإنقاذ اليوناني انطلق لمكان الحادثة بعد منتصف الظهيرة وقت الحادثة بالثامنة ودقيقة واحدة صباحا بينما منتصف الظهيرة اللي بعدها انطلق القارب يعني بعد الثانية عشر ظهرا طبعا كان ممكن انقاذ ربع أو نصف الستمئة شخص اللي توفى بحادثة انقلاب القارب لو وصلوا فقط بالوقت المناسب بأوروبا هذه القضية أصبحت سياسية ووصفها نائب بالبرلمان الأوروبي اسمه إيغيك ماكارد قال أن هذه الحادثة هي مثال واضح لتسييز انقاذ البشر هي إشارة إلى أن اليونانيين تعمدوا تجاهل انقاذ اللاجئين أو يعني تعمدوا تجاهل اللاجئين حتى يوصلون فكرة وانطباع بأننا لا نريد استقبال أو انقاذ أي أحد منهم موضوع الأخير أصدقائي اليوم تقرير جديد تم نشرة بفيلت أمزون تاق التقرير يقول أن شهر فبراير الماضي شهد رقم قياسي جديد بعدد اللاجئين اللي يدخلون دورات الاندماج أو دورة اللغة الألمانية من الصفر إلى مستوى البي آينس أو البيت سفاي طبعا الدورة الأساسية هي لحد مستوى البي آينس سواء كانوا لاجئين أم مهاجرين كان عددهم حوالي نصف مليون شخص دخل لهذه الدورات المدفوعة على حساب مكتب البنف ويصل تكلفة الكورس الواحد بالمجمل العام والكورس يسمى الانتغراسيون كورس يتكون من 600 ساعة شبراخ كورس و100 ساعة يعني أورنتيرون كورس أو سياسي 1400 يورو للشخص الواحد بالنسبة للاجئين يتحمل نفقة هذا الكورس مكتب البنف وغالبية المشاركين الآن بدورات الاندماج هم اللاجئين الأوكران مكتب البنف هو اختصار للبندس أمت فو ميغاتسيون وفلوشلينج يقول أنه بحلول الصيف القادم حتكون دورات الاندماج انتهت والنصف مليون من اللي كملوا دورات الاندماج نسبة كبيرة منهم حيكونون جاهزين لسوق العمل الصدمة الكبرى هي معلومات جديدة نشرها البنف وهي أن عام 2022 سجل بدورات الاندماج حوالي 340 ألف شخص نجح منهم فقط 78 ألف شخص 48 ألف مشارك كان حالهم التعليمي سيء جدا وحوالي 64 ألف شخص كان متسرب عن الكورسات اليومية أو تركها طبعا هذه المعلومات كلها بخصوص تكلفة كورسات الاندماج وعدد اللاجئين المشاركين بيها وعدد مرات الرسوب طلبها حزب البديل اليميني المعارض للهجرة ولسياسة اللجوء بألمانيا طلبها من مكتب البنف أن ينشرها وقال حزب البديل كل هذه المصاريف مدمرة وغير ضرورية يعني خلت حتى ألمانيا تخصص 18 ألف معلم تدفع لهم رواتب عالية والحزب يحاول إقناع المجتمع الألماني خصوصا الألمان الفقراء ويقول لهم انظروا كم تنفق ولادنا على الأجانب وكم أنتم فقراء وتدفعوا من ضرائب عالية أيضا ذكروا أن تكاليف دورات الاندماج ارتفعت بشكل كبير بالمقارنة مع نفس سعرها بسنة 2015 و2016 و2017 مقدار الارتفاع بالسعر أو زيادة بالانفاق على هذه الدورات بلغ 225% خبير باللغة الألمانية اسمه إبراهام زين دارك من معهد لايفزيك للغة الألمانية يقول أنه فقط 10% من اللي يدخلون كورسات الاندماج بعد التخرج يتمكنون من التحدث بلغة ألمانية بسيطة برأيكم ما هو السبب بصعوبة تعلم اللغة الألمانية هل هو اللغة نفسها صعبة صعوب تعلمها أم المجتمع منغلق بحيث لا يمارس الأجنبي اللغة لا يتحدث بها مع أحد سواء جيران أو يعني بالمنطقة أم السبب هو يعني مسؤولية فردية للمهاجر داخل كورس اللغة شاركونا أرأكم بالتعليقات أصدقائي ونلتقي بفيديو آخر قريبا مع السلامة موسيقى